ما أشبه الأمس باليوم وما أكثر المواثيق التي حرصت الأحزاب السياسية في العراق على توقيعها استمراراً لحفظ انتيازاتهم وانفرادهم بحكم البلاد مثاق آخر وقعت القوى السياسية عليه لضمان ما قالت عنه نزاهة الانتخابات المقررة في الثاني عشر من أيار المقبل ورغم رعاية الأمم المتحدة وإشراف خبراء أمميين عليه لم يمنع هذا ذات الموقعين من خرق أهم بند فيه وهو الامتناع عن استخدام وسائل الضغط وشراء الذمم أو إجبار النازحين على التصويت لهم وتنقل صحيفة الشرق الأوسط عن سياسيين قولهم إن سباقاً محموماً بين القوى السياسية على شراء أصوات الناخبين بدأ قبل عشرين يوماً من امطلاق الدعاية الانتخابية وهو ما ينذر بنسف هذا الميثاق حتى قبل إعلانه ويشير المرسد العراقي لحقوق الإنسان إلى أن سعر البطاقة الانتخابية وصل إلى مئة دولار بينما يؤكد برلمانيون وصولها إلى خمسمائة دولار في بعض البناطق فضلاً عن منح الوعود بإطلاق صراح المعتقلين ومعالجة الجرحة وتقديم معونات غذائية متواضعة للنازحين في ممارسات يقول المرسد العراقي إنها تشكل إهانة لكرمة الإنسان العراقي هذا الذي تعود أن يمنى بأموال ووعود يقول العراقيون إنها تعطى بيد ويأخذونها باليد الأخرى أضعفاً جراء الفساد المستشري ونهب ثروات البلاد التي تريد الاستئثار بالامتيازات للأحزاب والجهات نرفض تلك التوافقية والخلل في التوافقية السابقة كان هذا وهو الحفاظ على الامتيازات والمحصلة بلاد تغرق في ديون تتجاوز 100 مليار دولار رغم زيادة العراق إنتاجه من النفط مليون ونصف المليون من البرميل إضافة إلى برلمان وقوانين معطلة باعتراف النواب أنفسهم فضلاً عن ترك ملايين النازحين في العراء دولة تستطيع أن تتحرك بقوة إلى أمام لتحقيق طموح المواطنين لتبقى تصليحة الحكومة والسياسيين بالأعمار والإصلاح مجرد وعود تذهب أدراج الرياح وترهن حاضر العراق ومستقبله لسياسات الخارج